اهلا بكم وفيديو جديد النهاردة سنقوم بعمل ديكور غرفة الاطفال موضوع ده ليس مكلف خالص وشكله كما حضرتك شايف جميل جدا وهيغير شكل القوضة والطريقة هتبقى سهلة ممكن لو ركزت في الفيديو وتفرجت عيه اكتر مرة هتعمل ديكور ده بنفسك كما حضرتك شايف بتجيب دايرة لو معندكش غطى زي كده اي طبق وبتعمل شكل السحابة بعد كده دايرة صغيرة هتعملها شكل نجمة بالطريقة اللي حضرتك شايفها وهتجيب 3 دواير مختلفين انا اجيب حاجات تقريبا متوفرة في كل بيت زي صانية او طبق وتعمل بيها الشكل وتخطط بيها زي ما حضرتك شايف بتقسم أقل من نص الجنب وبتبدأ تعمل الشكل اللي انا عملته وبعد كده بالسحابة بتبدأ تعملها في النص والنجوم بتوزعها على الحائط حسب مساحة الحائط اللي عندها زي ما حضرتك شايف بعد كده بالدايرة بتبدأ تعمل نص سحابة فوق بالطريقة اللي حضرتك شايفها موضوع سهل جدا بعد كده هتبدأ تعمل شكل سلم وبعد كده هتوصل دايرة ببعض وتعملها شكل باندة بالطريقة اللي حضرتك شايفها وطبعا لو انت اشتغلت بالراحة ووقفت الفيديو كده وبدأت تشتغل منه الموضوع يكون بالنسبة لك سهل انا مختصر عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويب بتعمل شكل سلم زي ما حضرتك شفت كده وبعد كده بتجيب نص كيلو بلاستيك نص لامع وبتديله ازرق واسود وبتبدأ تعمل اللون اللي حضرتك شفته كده وبنبدأ نغلف كل الرسومات اللي عملناها عشان لما ندين الجزء اللي فوق الرسومات دي احنا محتاجينها ابيض عشان بعد كده هيبقى فيه اجزاء هتتشطب ابيض منها بعد كده هناخد فرشة زي محطرتكم شايفين كده اه في الاجزاء اللي الرولة مش هتجيبها علشان ندي وش اولاني طبعا اللون اللي احنا عملناه ده وقت تام يعني هندي وش اولاني منه ونشوف اللون مناسب او عايز تزبط شوية لان اللون لما بينشف النص اللامع بيغمق درجة فانت بعد ما الحقد بيجف ويبدأ ينشف كويس بتبدأ تحدد ده اللون ده مناسب او عايز تزبطه فانا شايف اللي اللون ده ياخد شوية ازرق علشان يخف اللون الاخضر شوية زي ما حضراتكم شايفين كده وببدأ اديله الوش التاني باخد نفس الطريقة بتاخد فرشة الاول وبعد كده رولة طبعا انا اشغال بالرولة صغيرة عشان ما تسحبش خمات كتيرة والموضوع يبقى موفر لو حد يعمل الحقد ده بنفسه بيشتري رولة صغيرة ومش بيشتري عدة كتيرة وكيلو بلاستيك وبيبدأ يقسمه زي ما انا قسمته كده الموضوع بيكون سهل ان شاء الله يعني بتبدأ تدي الوش التاني وبعد كده بتشيل الستيكر على طول مش بتسيب الستيكر حتى لو انت هتشتغل فيه تاني يوم او مش تشتغل فيه في نفس الوقت لازم تشيل الستيكر على طول عشان ما يطلعش اجزام البلاستيك لان البلاستيك بيبقى زي الجلد كده شوية فانت لو اتاخرت عليه بيشيل اجزاء منه بيجيب شوية ابيض ربع كيلو ابيض وببدأ ادهن الجزء اللي احنا هنشطبه طبعا مش بياخد وش واحد بياخد اكتر من وش لشان الجزء اللي تحت ده بيبقى فيه من التشتيب اللي فوق واقع اجزاء منه فانت بتبدأ تديله اكتر من وش وشين او ثلاثة حسب لحد ما الحقيقة يبقى ابيض معك كويس جدا وتشطب شغل شكله نضيف بتبدأ تلم بقى الحاجات اللي عدت من اللازم عشان هذا الشغل اغلبته سيبقى ابيض وبعد كيف ترجع للجزء اللي تحت ده اللي نشف بتديله الوش التاني طبعا الحاجات مش بتسحب خمات كتير نجيب شوية ابيض شعرين وبنضيهم شوية اسود يدينا لون جرين او رصوة صفاتة لو عندك جليتر بتحط جليتر بيبقى شكله كويس مع البلاستيك النص لمع ويدي لمع كده من قريب في الحاط ببدأ اشطب الجزء الجريم او الرصوصي الفاتح اي حاجة بيجي تعملها بتاخد فرشة الاول طبعا ده بلاستيك نص لمع طبعا انت بتشتغل على مهلك عشان تطلع الشغل شكله كويس مش بتستعجل في حاجة انا ممكن اكون مجرل الفيديو بس عشان الفيديو مدد طويلة فانا بحاول اختصر لك وديك فكرة عن موضوع بطريقة مبسطة تبدأ تدي وش واثنين حد ما تشطب الجزء اللي تحت طبعا فيه في الرصاص كده علام زي غامق ده ده ضل بتاع السلك انا شلته علشان ما حدش فتكر اللي هو حاجة في الحق بابدأ بقى النجوم بلف النجمة ما بخلاش ليه سن لان ده شغل اطفال فمش مطلوب يبقى ليه سن النجمة مطلوبة اللي هي تلف شوية تديك شكل جميل عشان بعد كده نكمل عليه شغل بابدأ اشطب طبعا من الاجزاء اللي جاء ابيض بدي انا كويس او وش واثنين لحد ما تبقى شكلها آآ صافي ونضيف لان الابيض اي حاجة ببين فيه لو في نقطة كانت من لون الاولاني او حاجة بتبقى بعين بعد كده بجيب بقرة وبعمل شكل العين وبحدد يمين وشمال الجزء اللي انا خدته عشان اعمل اصاده ما يبقاش اكبر ولا ازهار زي ما حضراتكم شايفين وبعد كده بطلع حاجة بسيطة وببدأ اعرض شكل العين طبعا مش محتاجة اللي انت تكون بترسم الموضوع زي ما حضرتك شايف كده سهل وبسيط بعد كده بجيب شوية ابيض وبديهم اصفر كناري عشان يدينا اللون اللي شكله جميل دوت وشكله اطفالي جدا ببدأ اشطى بشكل الامر زي ما حضرتك شايف بعد كده بجيب شوية اسود بلاستيك وفرشة الفرشة دي ممكن يعني لو انت عندك في البيت فرش مكياج آآ موجودة ممكن تشتعل بيها بدل ما تشتري فرش لو انت عندك فرش رسمة يبقى تمام ببدأ اعرض بقى وازبط الخط اللي احنا عملناه وبعمل الرموش بفرشة صغيرة زي ما حضرتك شايف كده بتحط اللازق عشان تثبط الخط بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده ووريك الرموش بتعمل ازاي بطريقة واضحة شوية زي ما حضرتك شايف كده بتعمل نفس العدد يمين وشمال بعد كده بنبدأ نحط في النجوم طبعا الحاجات دي بنعملها بتباشكلها زريفة للاطفال معاك الفرشة الصغيرة بتبدأ تحدد النجمة طب لو انت مشتعف تمسك الفرشة الصغيرة بتعف تحدد النجمة بتجيب القلم في المصدر اللي مش بيطلع بيكون ثابت وبتبدأ بتعمل به بالشكل ده بحاول اعمل لك باكتر من طريقة عشان اسهل عليك الموضوع سواء انت فني مبتدئ او صاحب المكان وعايز تعمل بنفسك بعد كده بجيب اللي سود طبعا اللي سود بلاستيك هيكون افضل بس انت لو ما عندكش اسود بلاستيك لان ده بيجي كمبيوتر ممكن تجيب ربع كيلو اسود لك ببدأ احدد شكل اللبندا وبعمل اجزاء السودا طبعا الاسود مش بياخد وش واحد اي اسود مش بياخد وش واحد ببدأ اعمل اسود وارجع عيد عليه عشان يدينا الاسود الغامق زي ما حضرتك شايف كده والرسمة بدأت تظهر الموضوع بسيط لو انت ركزت فيه هيكون بالنسبة لك ان شاء الله سعلي جدا بعد كده ببدأ اعمل درجات السلم درجات السلم دي فرق سنتي بينها بين اول واحدة يعني انت لو نازل بتخلي سنتي اكبر عشان تبقى الدرجات يعني مش بتبقى مقاس واحد بتخلي من تحت صامتي كده فرق بين المقاسات علشان يديك الشكل اللي قدام حضرتك زي ما حضرتكم شايفين الشكل اللي بدأ يظهر معنا وتفنش بطريقة جميلة اتمنى تكون الفيديو عجبكم لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك لو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس ليس لك كل الفيديوهات الجديدة اشوف حضراتكم على خير فيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة